موسيقى ليلة العاصمة طرابلس وقد انتصف حياكم الله و أهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار و البداية بالعنوين ارتفاع عدد الجثمين من قوات عملية البنيان المرصوص إلى تسعة بالتزامن مع بدء اقتحامات تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في حي المنار بمدينة السرط موسيقى مركز السراية للإعلام يقول إن مجلس شورى بنغازي استهدف قاعدة المشاة البحرية في جليانا بعدد من قذائف الهوتر عمداء بلديات ليبيا يعلنون رفضهم عسكرة البلديات والقفز على الشرعية ويدعون لعودة جميع المهجرين بالداخل والقارج ودعم مشروع المصالح موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أعلن الناطق باسم مستشفى مصرات المركزي أكرام جليوان ارتفاع حصيلة جثمين قوات عملية البنيان المرصوص التي وصلت إلى مستشفيين مصرات المركزي وسرط الميداني إلى تسعة جثمين إضافة إلى مقتل صحفي هولندي أثناء تغطيته للمعارك الدائرة في المدينة وأكد جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار إصابة سبعة وثلاثين عنصرا من قوات عملية البنيان المرصوص حالة خمسة منهم حرجة فيما تعد إصابات أغلب الحالات الأخرى متوسطة نتيجة لرصاص القناصة وشضايا المتفجرات والألغام في غضون ذلك نوه الناطق باسم مستشفى مصرات المركزي إلى أن المستشفى رفع حالة الطوارئ في ظل عدم توفر أعناصر التمريض هذا وقد أعلن المستشفى الميداني في مدينة سرط ارتفاع عدد الجثمين التي وصلت إليه من قوات عملية البنيان المرصوص إلى ثمانية وذلك جراء المواجهات العسكرية الدائرة في المدينة وبحسب صفحة المستشفى الميداني سرط على الفيسبوك فإن من بين الجثمين التي وصلت أمس إلى المستشفى خمسة من مدينة مصرات وثلاثة آخرين من مدن سرط وودان والجفراء في غضون ذلك أكد المتحدث باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغسري مقتل ثلاثين عنصر من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الذين حاوروا الفرارة من نحو رسواوة وذلك غدات عملية اقتحام لتمركزات التنظيم في نهاية الحي رقم ثلاثة وتقدم باتجاه حي المنارة في المدينة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انطلاق الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط يبدو أن المعركة دخلت مرحلة الحسم بعد بدء قوات البنيان المرصوص في اقتحام آخر معاقل التنظيم في الحي السكني رقم ثلاثة غرفة العمليات الخاصة أكدت أن الاشتباكات على أشدها في منطقة الجيزة البحرية وعمارات الستمية ومنطقة ما يعرف بكمبو الكلبة والتي يعتبر موقعها استراتيجيا لفتح المجال أمام قوات البنيان المرصوص للقضاء على التنظيم الغرفة وظافت أيضا أن قوات البنيان المرصوص جاهزة معنويا ولوجستيا من حيث الذخائر والأسلحة والمستشفى الميداني ومستعدة لمعركة الحسم في سرط قدمت قواتها باتجاه حي المنار المعروف بالكامبو هذا الكامبو أو هذا الحي يعتبر مهم جدا حين استلائنا عليه تطهير داعش من هذا المكان سيفكح الطريق أمامنا إلى عمارات الستمية أو منطقة الجيزة يكون دخول إلي أحد هذه الأماكن يكون سهل جدا الاشتباكات في الحي رقم ثلاثة خلفت عددا من الضحايا في صفوف قوات البنيان المرصوص إذا فتن إلى عشرات القتلى من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وذلك أثناء محاولاتهم الهروب من المحور الشرقي في منطقة السواوة تقدم قوات البنيان المرصوص سبقه قصف متواصل على أماكن تمركز التنظيم في كامبو الكلبة وفق ما أفادت به غرفة عملية الطوارئ الجوية والتي أشارت إلى أن سلاح الجو الليبي شن عدة غارات تمهيدا لعملية الاجتياح البري القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أعلنت بدورها ارتفاع عدد الغارات التي لفذتها منذ بداية غصص الماضي على مواقع التنظيم فوق السرط وضواحيها إلى أكثر من 177 غارة جوية في غضون ذلك رأى بعض المتابعين أن معركة الحسم دخلت ساعاتها الأخيرة وأنه على قوات البنيان المرصوص أخذوا الحيطات تحسبا لرنود فعل مرتقبة من عناصر التنظيم نبقى في سرط حيث أوضح الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغسري في برنامج خبر وبعد أن حسم المعركة سيكون باستمرار الهجوم على ما يعرف بتنظيم الدولة الذي بدأ يفقد السيطرة على آخر منطقة يسيطر عليها في المدينة مضيفا أن التنظيم يواجه حاليا نقصا في إمكانياته أعلن الحسم المعركة بإذن الله وسيكون باستمرار الهجوم على قوة أو على تنظيم داعش الإرهابي الذي فقد السيطرة داخل المربع الموجود فيه طبعا لاحظنا نقص في إمكانيات العدو برغم أن القناصة كانوا متواجدين اليوم تعالوا مع قواتنا ولكن أعتقد أنه بدأ يتقافر وأصبح تحرير المربح هذا مشهورة وقت في بنغازي أفدى مركز السرية للإعلام بأن مدفعية مجلس الشورى بنغازي سهدفت قاعدة المشاة البحرية التابعة لعملية الكرامة في منطقة جليانا بعدد من قذائف الهوتزر وأضفت النفذة الإعلامية للمجلس أن طائرة حربية من نوع ميغ تابعة لقوات عملية الكرامة شنت غارة جوية صباح أمس على منطقة جنفودا الواقعة غرب المدينة إلى درنا حيث قال مكتب الإعلام والتوثيق بمجموعة عمليات عمر المختار تابعة لقوات عملية الكرامة أن طائرة عمودية سهدفت بصواريخ سي فايف مواقع بالقرب من مفترق التي بمنطقة مضحاك الواقعة غرب مدينة درنا شرى مكتب الإعلام والتوثيق لمجموعة عمليات عمر المختار عبر صفحته على الفيسبوك أنه نفذ خلال الأسبوع الماضي 12 طلعة جوية تراوحت ما بين طلعات استطلاعية وهجومية على مواقع في منطقة الظهر الحمر الواقعة جنوب مدينة درنا طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا ودعت المنظمة في كلمة لها في دورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ 2014 وأكدت منظمة التضامن أن بنغازي ودرنا تتعرضان للقصف والحصار منذ أشهر مشيرة إلى أن أغلب الضحايا هم مدنيون ومن بينهم أطفال بحسب المنظمة في شأن آخر أعلن الملتقى الأول لبلديات ليبيا رفضه نهائي لما سمه عسكرة البلديات والقفز على الشرعية مطالبا بتفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لعام 2012 والعمل بما جاء في لائحته إضافة إلى نبذ المركزية كما دعا البيان الختمي للملتقى الأول لبلديات ليبيا إلى عودة جميع المهجرين بالداخل والخارج وتسوية جميع الخلافات مؤكدا دعمه لمشروع المصالحة الوطنية تحقيقا للسلم الاجتماعي هذا وقد طلب الملتقى الأول لبلديات ليبيا المجلس الرئاسي بتدخل لاتخاذ إجراءات سريعة لدعم البلديات في حل مشاكل السيولة والكهرباء وباقي احتياجات المواطنين كما نوكل على عودة جميع المهجرين بالداخل والخارج وتسوية جميع الخلافات ودعم مشروع المصالحة الوطنية تحقيقا للسلم الاجتماعي ترفض رفض النهائي عسكرة البلديات والقفز على الشرعية كما أكد الحاضرون على ضرورة تفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 ميلادية ونبد المركزية والعمل بما جاء في اللايحة التنفيذية للقانون من جانبه دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج جميع البلديات إلى دعم مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة التي أعلنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أواخر الشهر الماضي وطلب السراج في كلمة ألقاها خلال الملتقى الأول لبلدية ليبيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمساعدة المدن الليبية نظرا للوضع الإنساني والخدمي الذي تعاني منه مؤكدا عزم المجلس الرئاسي على مساعدة البلديات بشكل عاجل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن مؤكدا أنه لا يسمح بالقفز على المسار الديمقراطي المتمثل في انتخاب المجالس البلدية تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية بحسب تعبيره ليبيا تجمعنا شعار الملتقى الأول لبلديات ليبيا الذي شدد على دور البلديات في السلم الاجتماعي والمصالحة ودعم الجيش والشرطة ملتقى أعرب من خلاله رئيس المجلس الرئاسي عن رفضه لما سماه القفز على المسار الديمقراطي المتمثل في انتخاب المجالس البلدية تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية انتخابكم من قبل القاعدة الشعبية هو دليل بدء المسار الديمقراطي ولا يجوز ولا نسمح للقفز عليها تحت أي ذريعة كانت سواء سياسية أو أمنية كما دعا السراج جميع البلديات إلى دعم مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة التي أعلنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أواخر الشهر الماضي موقف السراج بخصوص انتخابات المجالس البلدية أيده رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي أعرب عن قلقه من تعويض عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية بشخصيات عسكرية أنا قلق من تعويض عمداء البلديات المنتخبين بشكل ديمقراطي بشخصيات عسكرية إلى الآن تم تعويض عمداء سبع بلديات وتعين عمداء عسكريين مكانهم وسيتم ناقشة هذا الأمر في مؤتمر باريس كوبلر شدد أيضا على الدور المهم الذي تطلع به البلديات في المصالحة الوطنية نظرا لقربها من الناس حسب تعبيره مضيفا أن الوضع الأمني في البلاد هو ما يعيق وجود تمثيل أقوى للبعثات الدموناسية في ليبيا في غضون ذلك أكد النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للدولة صالح المخزوم دور البلديات في إنجاز الاتفاق السياسي وتنفيذ بنوده مشيرا إلى أن تعيين عمداء عسكريين بدل المنتخبين لا يتوافق مع ما نص عليه الاتفاق السياسي البلديات المنتخبة اليوم لا شك أن سيكون لها موقف واضح وحاسم مما يحدث في بعض مناطق ليبيا من إقالة للعمداء المنتخبين واستبدالهم بالضباط عسكريين هذا خارج الاتفاق السياسي وهذا اعتداء على الاتفاق السياسي وعلى إرادة الشعب الذي انتخب هؤلاء العمداء وهذه المجالس البلدية ملتقى بلديات ليبيا الأول الذي أكد بحسب الحاضرين فيه وحدة ليبيا والليبيين اعتبره البعض بمثابة الخطوة المهمة لحل حالة إشكاليات البلديات التي أثرت في عملها التجاذبات السياسية كما يطرح تساؤلات عن الدور المرتقب لهذه البلديات لرفع المعاناة عن المواطن بالتوازي مع ذلك طلب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا مارتين كوبلر المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بالعمل على الملف الأمني وتكوين جيش ليبي موحد له هيكلية قيادية تساند حكومة الوفاق الوطني وتوفر الأمن لكل المواطنين أكد كوبلر في كلمته أمام ملتقى البلديات في العاصمة طرابلوس أن الوضع الأمني في البلاد هو ما يعيق وجود تمثيل أقوى للبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية في ليبيا بحسب قوله قال عضو اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدية سالم بن تاهيه في برنامج العاشر أن البلديات لها مسؤوليات خدمية مؤكدا أن دافع وراء عسكرتها غير واضح بحسب تعبيره بالنسبة للبلديات هي تعتبر بلديات خدمية فنتوقع أن ترجع وتطلع بهذه المهام من خلال الأجسام المنتخبة فالوضع ليس لو تذكير هل هو أمني أو الدافع لعسكرتها هل هو دافع أمني أو هل هو دافع غير واضح طبعا البلديات منحة اختصاصات المحافظات 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 لم يتم لا انتخابها ولا تحديدها فلو أنه مكان الدافع أمني بالإمكان تعيين محافظين عسكرين مؤقتين لحين انتخاب المحافظين من جانبه رأى وزير الحكم المحلي الأسبق محمد الحراري أنه يجب تعزيز لمركزية ودعم صلاحيات البلديات لأنها تشكل إحدى أهم حلول الأزمة الحالية في البلاد مهمة قوارب النجاة في هذا الوقت وأعتقد أن يجب أن يستغلال هذه النقطة وتفهمها جيدا والعمل على مقتضاها أعتقد أن هؤلاء لو استطعنا حقيقة أن نقدم شيء من الإنسانيات بهذه الوحدات المحلية قد تتحمل أعداء وتعطي النوع من الرضاة المواطن لأنك مواطن محتاج أن تدخل في انتمام مشروع مؤين مشروع تتمن دولة مؤسسات إلى ذلك أكد النشط السياسي محمد فؤاد أن البلديات تستطيع تخيف الضغط على الحكومة المركزية بشرط حصولها على الأموال اللازمة وتوسيع صلاحياتها من غير ما تكون تسيّل أموال حقيقية وزياد صلاحيات البلديات يبدأ كل كلام نظري للتلفزيون والاستهلاك فقط المال هو أصبر حياة هذه البلديات تستطيع أن تخفف الضغط على الحكومة المركزية ولكن بشرط أن تمد بالأموال والصلاحيات لأن حتى صلاحيات البلديات محدودة جدا والأسف لا نزلها ميزانية طبعا نعرف أن هناك مشاكل حقية حتى ما نصر في بل مركزي ولكن الوضع في ليبيا وضع غير طبيعي يحتاج حلول غير طبيعي هذا قد اعتبر عميد بلدية فرن علي العزابي أن الملتقى الأولي بلدية ليبيا جاء لتأكيد وحدة ليبيا والليبيين معتبرا أن حضور المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يعتبر خطوة إيجابية أنا في رأيي عندما حضر المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الأعلى هذا يدل على شيء ما يدل على الترابط الاجتماعي والأخوة والدفاع إلى وحدة ليبيا إن شاء الله من جهته أكد عميد بلدية سلوغ أو سوق الجمع عفوا هشام بن يوسف أن التجذبات السياسية أثرت في عمل البلديات وما تقدمه من خدمات للمواطنين مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه عددا من البلديات هناك صعوبات وهناك تحدي نعتبره في تحدي وهو نقل اقتصاص وتمترس المركزية في ليبيا نحن الآن نعاني من المركزية المركزة أصبحت في صعوبة جدا نحن كانت في فترة ماضية كانت في نجلة نقل اقتصاص تعتمد استراتيجية واضحة في نقل اقتصاص وقدمت نجحت في أنها تحلح البعض للأجهزة التنفيذية شركة الخدمات الحرس البلدي أنه ينقل البلدية ولكن تمترس الوزرات وتشبتها بالمركزية هذا أدى إلى ضعف البلديات في موضوع أخر قال المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية محمود عفيفي أن القاهرة ستستضيف اجتماعا ثلاثيا حول الأزمة في ليبيا خلال الشهر الجاري تنظمه الجامعة العربية أضح عفيفي أن الاجتماع سيضم مسؤولين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وسيناقش سبل تنسيق جهود الأطراف المشاركة لإقناع أطراف الأزمة الليبية بالتنازل لمصلحة الوطن وكان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة تعيين مبعوث عربي إلى ليبيا للمساعدة في التوصل إلى حل يضمن وحدة البلد واستقرارها هذا وقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاجتماع الدولي حول الوضع في ليبيا سيعقد الاثنين المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس لدعم حكومة الوفاق الوطني وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية سيفان لوفال قد قال الإربعاء أن فرنسا ستستضيف اجتماعا دوليا لمناقشة الوضع في ليبيا الأسبوع المقبل دون ذكر للدول التي ستشارك في هذا الاجتماع وأضف لوفول أن دعوة إلى هذا الاجتماع تأتي في إطار الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج هذا الأسبوع إلى باريس أعلن الوزير الأول في الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال عزم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج القيام بزيارة لبلاده اليوم الاثنين تستمر ليومين ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان الوزير الأول بالحكومة الجزائرية أن المباحثات مع السراج تأتي لتقييم الوضع والجهود الجارية في إطار تسوية السياسية للأزمة وأكد سلال أن زيارة السراج تعد فرصة لتأكيد موقف بلاده الدائم والدعم للحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل نحو 156 أسرى من مختلف المناطق الليبية في رحلة لمدينة زوارة إضافة في إطار التعريف بالمعالم السياحية وتراثية للمدينة ارتفاع عدد الجثمين من قوات عملية البنين المرصوص إلى التسعة بالتزامن مع بدء اقتحام تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في حي المنار بمدينة سرد مركز السراية للإعلام يقول إن مجلس شورى بنغازي استهدف قاعدة المشاة البحرية في جليانا بعدد من قذائف الهاوتزر عمداء بلديات ليبيا يعلنون رفضهم عسكرة البلديات والقفز على الشرعية ويدعون لعودة جميع المهجرين بداخل والخارج ودعم مشروع المصالحة أهلا بكم من جديد شددت مديرة مكتب شمال إفريقيا بمنظمة مرسلون بلا حدود ياسمين كاشا على أهمية تعزيز الحماية اللازمة لصحفيين الليبيين وتحسين أوضاعهم قائلة إن العديد منهم ما زالوا يتعرضون للأذى من قبل جهات حكومية وغير حكومية كثير من الصحفيين ما زالوا يعتدوا عليهم سواء كانت الأطراف الحكومية أو الغير الحكومية خاصة انفسرت نعرف أنه كثير من الصحفيين جرقوا وبطبيعة إذن هذه الموضعية الأمنية صعبة لعيش هاليبيا ويعيشوها المحترفين المحترفين وغير المحترفين خلتنا أن قلوا أن ندم الوقت الآن الوقت أن نضع المحاجة من أجل تحسين حماية الصحفيين في موضوع آخر أعلنت شركة العامة للكهرباء حدوث خلال بمحطة غرب الخمس ما تسبب في خروج جميع وحدات الانتاج الغازية بمحطة الخمس والزيتينة والسرير عن الخدمة أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على فيسبوك أن هذا الخلل نتج عن فقدان ثمانمائة ميجاوات مشيرة إلى أن العمل جار على إعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعية قال عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريوي إن جزءا في إحدى العمارات الواقعة بمنطقة بالخير وسط العاصمة طرابلس انهار دون وجود أي أضرار بشرية عضح للكريوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سكان لم يكونوا داخل المبنى لحظة انهياره مبينا أن سقوط المبنى كان نتيجة انتهاء عمره الافتراضي بحسب تعبيره وضف عضو المجلس البلدي طرابلس المركز أن هناك أكثر من تسعمائة منزل مهدد بالانهيار مضحا أنها موزعة بين منطقتين بالخير وعمر المختار في طرابلس أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن ليبيا تضررت اقتصادياً بسبب انخفاض انتاج البلاد من النفط وتمتع دول داخل وخارج أوبك بغياب حصة الانتاج الليبي في الأسواق النفطية أعود حصنع الله أن هذه الدول حققت فائضاً مالياً في ميزان مدفوعاتها مشدداً على أهمية استثناء ليبيا من ترتبات خفض الانتاج ورفع انتاجها وصولاً إلى السقف السابق الملزم لها عند حدود مليون وستمائة ألف برميل يومياً يشار إلى أن صنع الله قد عقد عدة اجتماعات أو لقاءات على هامش المنتدى الدولي للطاقة الذي عقد بالجزائر في الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي لحشد الدعم الدولي لاستثناء ليبيا من خفض انتاجها النفطية قام النادي الليبي لرحلات السياحية بتنظيم رحلة إلى مدينة زوارة لمائة وست وخمسين أسرة من مختلف المناطق في ليبيا أوضح رئيس قسم العلاقات العامة بالمجلس البلدي زوارة حفظ المدهوني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الهدف من هذه الزيارة هو مد جسور التواصل بين الليبيين للتعريف بأهم المعالم السياحية والتراثية بالمدينة مضيفا أن الزيارة تستمرت لمدة يومين بالتنسيق مع جمعية زوارة للتراث والهوية وبدعم من المجلس البلدي في المدينة وصلنا بكم إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين ارتفاع عدد الجثمين من قوات عملية البنين المرصوص إلى تسعة بالتزامن مع بدء اقتحام تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في حي المنار بمدينة السرد مركز الصرايا للإعلام يقول أن مجلس شورى بنغازي استهدف قاعدة المشات البحرية في جليانا بعدد من قذائف الهاوتزر عمداء بلديات ليبيا يعلنون رفضهم عسكرة البلديات والقفز على الشرعية ويدعون لعودة جميع المهجرين بالداخل والخارج ودعم مشروع المصالحة هذا كل شي حتى الساعة المزيد من الأخبار تجدونها على ليبيا الأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة عبر لايفستيشن دوت كوم شكرا لكرم المتابعة دمطم في أمان الله اشتركوا في القناة